بنات سبا لي بس عليكم اموركم باخير كانت مننا تكونوا في افضل احوالي ان شاء الله اه لبنات بالنسبة لهذا الفيديو هذا واحد وصفة خطير خطير روعة روعة فوق من رائعة اه لتطويل الشعر باقل من شهر يعني اقل من شهر كهي نشوفو واحد ستحت سبع ديال سنتيم اه خرجت لنا من اللي غاسينا البنات اه وصفة فعالة ومجربة ومشوفو وساهلة وبسيطة ورخيصة ولغلع لمسكين يعني وصفات كلهم اللي كان اعطيكم والبنات لف اه في هاد القانات هادي ولف القانات اخرى كاملين في المتناول وفعالين ومجرب بين البنات ماء عندهم نتيجة اه رائعة ونتيجة فورية ما كتتعطفش كما كان عارفو احنا هي المواد الطبيعية شوية كتاخد اه الوقت باش كتبن اه اه نتيجة ديالها ولكن البنات راه النتيجة ديال المواد الطبيعية مش هي نتيجة ديالها ودلكموية كتكون واحد نتيجة عن بطء من طبيعة الحال ولكن كتكون فعالة وزوينة ومكان قادي ولا شعرنا على البشرة ديالنا انا دائما مع المنتجات الطبيعية والوصفات الطبيعية البنات اه من طبيعة الحال يعني كاين واحد الاستثناءات كحال واقي شمسي كحال سيرومات هدوك يعني مش هي مشكلة اه يعني المواد جميلية اه لابنات هانتوما الاول مكون غانين نحتاجوا لي هو زيت اللوز الحلو لابنات كينبت الشعر في مادر تيه كينبت شعر ليجعل كيمد دهنيها غير في يدك وجربوها لابنات جربوها دهنو متلا مش بلاسا استمروا متلا لمدة واحد السيما نولا هدو وغادي نشوفوا الفرق بلا مديروه شعاركم متلا اللوز الحلو كينبتو الواحد درجة ما تصوروها شغير حرصو يكون اه ماشي هذا يكون مزيان زمع يكون اوريجينال يعني طبيعي مياه في المياه وغادي نحتاجو اشنو طيحت وغادي نحتاجو عادك زيت ديال اه ديال الويفيرا مهم زيت ديال الصابرة او زيت ديال الصابرة او زيت ديال الصابرة او زيت ديالها اللي كتكون على شكل يكون فيها شوية ديال الشوكو هذا المهم انتم كتشوفوها في الصورة اه هاد زيت هادا البنات غني بمضادة الاكسا دا فيه فيتامينات عدة ومعادين عديدة كتساعد اه فروة ديال الشعر كتجدد النشاط ديالها او كتطور شعر فيه فيتامين سي فيتامين دي فيتامين ا اه اه او واحد النقطة هي نزيدها لكم اه اضافة لانه كتطور شعر كي خلي اه شي بيتعطل ما ينوضلكش في شعر ديالك الى دومتيه اتخري هادك القضية ديال الشيب اولا كتفاديها بخطره الي دارتيها بصيفة منطاد ما غني بمضادة الاكسا دا البنات هاد الزيت هادا كنصحكم بها انتم هزيت الصبر هادا زيت صبر يعني زيت ديال الصابرة انا كشوف نيه زيت ديال الصابرة اه المكون ثالث البنات هادا زيت الازير دائما كنتظر لكم البنات على الازير اكل الجبل احسن احسن حاجر الشعر هي اكل الجبل سواء درناها على شكل زيت او لا درناها على شكل اه بخخ يعني نشد واحد اه نشد واحد الكمية لا بأسة بها ديال اليازير نغسلوها مزيان نضيفها مزيان اه نديروها في ماء معدني يكون مغلة ونخلوه حتيتي يبرد وكن نصفي وكنديروه في واحد الفابا وكنن نرشوه على الفروة ديال الشعر ديالنا من الجذور الى الاطراف البنات هادا وصفة بوحدة تديرو لك بحال هكاية اما زيت بغيتوا تديروه تخلطوه مع زيت بغيتوا تديروه تخلطوه مع زيت بغيتوا تديروه غير بوحدته المهم انا يا دائما اه مع اجماع اخصائيين ديال الجميل اللي كاملين قالوا بان احسن حاجة نمرة واحد نامبر وان اه بالنسبة للتطويل الشعر وتساقط الشعر ومشاكل ديال فروة الشعر الرأس يعني اللي كتكون فيها قشرة او الاكزيمة او لشي حاجة في طريات يعني الصالح احسن حاجة يعني كتصلح لعدة مشاكل اه ديال ديال الشعر اه زيت ديال ايكلي الجبل اولا ايكلي الجبل نديروه كما قلت لكم على شكل البخاخ اه المهمة البنات كما قلت لكم هاد ايكلي الجبل هادا راه متواجد في اي بلاسة اني صراحة انا ايض حدايا والله انا ايض حدايا قراب لي ايشي خطرات كنجيبوهو وكان قطعو هاكوك طري اخضر ومور كي تستعمل حتى فطياب من طبيعة الحال كان قطعو طري هاكوك خضر وكان اه الريحة ديالو يا سلامة البنات مساء الريحة ديالو رائع جدا صراحة فرمو الريحة ديالو فاش كنجيبها كتبقى طارقة في الدار كان نجيبو البنات كان غسلوهو زيان وكان دير به اما زيت ستبا نوريكم فيديو قادم ان شاء الله كيفاش نصايبو الزيت ديال ايكلي الجبل او لأي زيت كما بغي يكون نوعو في الدار اه بوحدتنا يعني بالتقطار البنات ان شاء الله فيديو قادم اه ندير معاكم الوصفة خطوة بخطوة المهمة البنات كان خلطوا هاد العناصر هادو بثلاثة بيهم هاد زيت بثلاثة بيهم اه كان شققوا بهم الفروة ديالو الرأسة البنات احنا يبقى الغرض ديالنا هو الشعر ينبت ويطوال كان ديروه غير الفروة يعني الجلدة ديال شعرنا او كان ماصي ومزيان كان فرقوا بما كان خليو حتى شي بلاسوا بالاخص هدوك الفراغات اللي كيكونوا عدنا القدام ديال شعرنا البلايس يعني الليحدة الجبهة والليحدة النواضر هادوك تيخوه لينا وخاك يكون شعرنا القوية مثلا ونهدوك البلايس كيخوه يعني بعدة عوامير وعدة مشاكل اه كان بدو منت بماكينات البنات حنا ينشقوا في راسنا كان نشقوا يعني من طبيعة الحال يعني نشدو ترق ترق كما كيقولوا ما نخلو حتى شي بلاسوا من نديروش فيها الزيت وننحاولوا ما امكان نغلغلوه بيدين على شكل مصاج ونديرو واحد لسولوفان ياكو او لابوني بلاستيكي وندروا فوق منه واحد الفوطة ونخليو ديك مادة الكيراتين تسخون مزيان ما نكون شوش بلاسوا اللي هي بردتكم بلاسوا هاكا سخونة هاكا يدافية اه ونخلو ديك مادة الكيراتين تسخون مزيان او اللي نشدو من ديرو فوطة على راسنا وننشدو صواري اللي كان عندنا وننسخنوا شي شوية راسنا ما فيها بس كيتحلو ديك الماسام وكيتفاعل يعني الزيت مع مع الشعر وكان حصلوا على نتيجة مرضية والنتيجة اللي احنا يمسنينها من طبيعة الحال عن خليو هاد زيت هادا في شعرنا على الاقل للبنات ربعة حتى الاستدسوا يع يعني خليو استدسوا يعني نديروه في الصباح ونغسلوه في ال Holocaustية اه خطرة اولى جوج خطرات في الأسبوع البنات على الاقل يعني نديروه خطرة في الاسبوع المينيموم خطرة في الأسبوع كيما وقلت لكم انتبعوا هاكا يعني اللي درناه جوج خطرات في الأسبوع غدي تكون عندنا ان شاء الله درناه اه واحد الحترة الخطرات کے لنا درناه خطرة في الاسبوع وقته واحد الخمسة في الشهر خمسة الخطرات في الشهر اه كافينا للبنات باش غتينن تبليكم دك النتيجة نتجة الناتجة اللي ستحفزكم باش تبعوا هاد الوصفة هذي وما تخلوش عليها اللي هي من طبيعة الحال في مواد بسيطة طبيعية وفي المتناول للبنات هيكفي انكم تكونوا عارفين منين تاخدو الزيوت ديها ولكم البنات ما تاخدوهمش كيف ممكن نقول في اي وصفة في هالزويوت ما تاخدوش الزيت من عد بلايس كيكونوا معرضي للشمس كيكون صعف ما بقاش فيهم هذه المواد غدائية لي موهما تقنون عليهم حاولوا لم أمكان نشرهم مجاز اللي اك شنو ك говорят ولكن تことطي واغراء للشمس والإدفاء �를 معرضوا على حوات الشمس والخلاب 충ل المضوء فيها الراحة وكذلك تشريه من عد الشاب او من عد الشي بلا سللي مهياش كيكون الريحة تلك الزيت بحلي غاملة فبالتالي ماشي زيت او لحتالي كانت زيت اصلية كيكون طار منها هذوك المكونات ديولا او لذيك البطار من ذيك المعادين مهم ديولا البناس باش منطولش عليكم كانت من هذ الوصفة هذي تجربوها غليتنا للاعجب ديالكم وصفة فعالة في انبات الشعر في تطويل الشعر كيبما كنقولو كاتخلف الشعر الى فيديو قادم ان شاء الله البنات